تسعى قناة السويس للحصول على تعويضات مالية من قبل مالك حاملة الحاويات التي تسبب توقفها في عرض القناة في تكبيد الأخيرة لخسائر جسيمة نتيجة تعطل مرور السفن عبر أحد أهم المذائق المائية في العالم وبحسب رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيعة تخفضت مطالبها التعويضية كما قدمت تسهيلات للسداد على أن ملاك السفينة مصرون على دفع مبلغ لا يرقى عن ربع المطالبات التي قدمتها القاهرة جرينا محدثات كثير بالنسبة للتفاوض مع الشركة الملكة وقدمنا تسهيلات كثير جدا ليوم ونزلنا بالسهر بتاعنا حوالي 40% ويبقى على تسهيلات ولكن بصراحة العرض اللي هم يقدموه لا يرتقي للمستوى اللي احنا نكلم فيه وفي الثالث والعشرين من أذار مارس الماضي جنحت السفينة إيفر جيفن وتوقف تأفي عرض مجرى القناة السويس فعطلت الملاحة في الاتجاهين هذا التعطل أفضل إلى حصول ازدحام مروري في القناة وتشكل طابور انتظار طويل زاد على 420 سفينة قبل أن تنجل الأزمة في الثالث من نيسان أبريل بعد نجاح الجهود في تحريك السفينة العملاقة كنا طلبين في الأول 916 مليون دولار بناء على أننا كنا قدرنا البضاعة الموجودة على السفينة ب3 مليار دولار ان احنا مكناش خدنا منفستو بمركب مكناش الدهانة لسه مكناش عزين الدهانة وحنا عشان نحكز على المركب لا يستحكز برقم فانما قدرنا ان البضاعة 916 مليون دولار احنا ملات 3 مليار دولار قدرنا المبلغ لحنا طلبين للتعوضات 916 مليون دولار وقادت محكمة مصرية بتثبيت الحجز التحفظي على سفينة الحاويات البانامية لكنها حكمت بعدم اختصاصها بنظر الدعوة التي أقامتها الشركة المالكة للسفينة للمطالبة برفع الحجز التحفظي الذي تفرضه هيئة القناة حيث قررت إحالة القضية على المحكمة الاقتصادية المصرية لتنظر في الدعوة يوم غد السبت وخلال الشهر الحالي وفق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على مشروع لتطوير قناة السويس يشمل توسعة وتعميق الجزء الجنوبي منها حيث جنحت السفينة العملاق